لمن ينتمي بشار الأسد سؤال بات يحرج رأس النظام في سوريا الذي لم يستطع رغم الزلزال المدمر إلا أن يرسل رسائله لحلفائه في إيران والعراق لم يتمكن الأسد أمام هول الكارثة أن يكبت تصرفاته في ظل فرصة جديدة أتيحت له لتأهل نظامه عبر ممرات المساعدات التي لطالما أصر على إغلاقها في الشمال وحصرها به عبر دعم موسكو له بالفيتو والتي تريد مرورها عبره لا غير تمهيدا لنهبها كمجرة العادة وتشير صحيفة فينينشل تايمز البريطانية إلى أن الأسد الذي وصفتهم المنبوذ على مدى العقد الماضي كيف أن لديه سببا للثقة مرة أخرى لتلقي الاتصالات وقوافل المساعدات من الدول والفرصة أيضا للحديث عن رفع العقوبات بحجة تأثيرها على المساعدات الإنسانية والتي استمرت بالحقيقة في التدفق إلى دمشق عبر الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة وقام المقربون منه بسرقتها ونهبها آلاف الآليات والإمدادات ومن الفجر الحدث الساعة تقريبا ستصبح بالأربعة وتؤكد صفحات وحسابات موالية للنظام أن قواته وميليشيات الحجد في سباق فيما بينها لفرض أتوات بشأن دخول المساعدات وسرقتها بينما كان من المفترض وصولها إلى متضرر الزلزال عدم الثقة من الموالين للنظام نظام أنفسهم يؤكد موقف السوريين في الشمال وهم الأكثر تضررا من الزلزال ورفضهم دخول المساعدات عبر المعابر الخاضعة له وانتقادهم للأمم المتحدة والمجتمع الدولي الذي ردخ لروسيا لأعادة تدوير نظام قتل وشرد السوريين ولم يوفر فرصة للضحك في ظل معاناتهم